موسيقى وللنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن ارتباك وتنقضات السياسة القطرية التي طالت حتى المواطنين القطريين بتجريدهم من حقهم الأصيل في الجنسية بلا أي نظام أو قانون وسياق هذه التهديدات لمستشار الأمير قطر لمعارضيه بالإبادة حول كل ذلك ينضم إلينا في رسديو عضو مجلس الشورى دكتور إبراهيم النحاس ومن المنامة الكاتب والباحث السياسي عبدالله الجنيد مسأل خير ضيفين الكريمين أبدأ معك دكتور إبراهيم يعني بداية ما هو السياق الذي يمكن وضع هكذا تهديد من المستشار للأمير وعلى قناة رسمية إذن قناة خطر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على النبي الأمير وعلى الله وصحب أجمعين طبعا إذا ما كان يراد له أن يفهم بشكل أو بآخر نأخذه باتجاهان الاتجاه المباشر الذي سمع به الخطاب وهو ينحو منحى التصعيد اللامنطقي والغير معقول من قبل شخصية يفترض بها بداية أنها شخصية مثقفة أكاديمية وثانيا أنها رسمية تمثلة بشكل آخر استشارة لرئاسة الدولة وينحى منحى بتحويل الأزمة من أزمة سياسية مباشرة بين دول معينة أرادت للدولة القطرية أن تذهبت إلى اتجاهات إيجابية ودولة للأسف تمردت على محيطها الإقليم وتمردت حتى على العرافة الدولية أن تذهب من مذهب سياسي إلى مذهب إلى حد كبير عنفي وهنا سقطت اللغة القطرية إلى حد كبير باتجاهات تصعيد وأيضا اتجاهات حتى ابتعدت حتى عن العنف الطبيعي إلى عنف مجرم دوليا وهو ذكر مصطلحات كالكيماوي والغزاة السامة وغيرها وهذا طبعا وهذا يتنافى تماما مع القانون الدولي مع العرافة الدولية مع المنطق الإنساني مع حتى التفكير العقلاني للبشرية أجمع بأن يسمع مثل هذا الكلام الذي حقيقة يجرمه القانون الدولي المنح الثاني إذا ما أردنا أن نقول بأن هناك إلى حد ما معنا يفسر ولكن هذا التفسير بعيد تماما حتى عن أن يقبل شعبيا إذا ما نقبل إلى حد ما نقول عن مستوية الثقافية لا شعبيا يقبل ولا عن مستوية الدولية في المحاكمة الدولية على اسم المثال أو في المنظمة الدولية أنه يقبل فنقول أنه قد يكون الاتباك السياسي الكبير جدا في الدولة القطرية جعلهم يربي هذا الاتجاه ثانيا أيضا أن يوجه مثل هذا الكلام أو مثل هذه اللغة الغير عقلانية إلى أبناء قطر نفسهم من أبناء قطر الأصليين الذين كونوا الدولة القطرية حتى قبل أن يأتي لها أسرة الثاني تاريخيا من قبل قرون فما بالك أن يأتي شخص لم يحكم الدولة القطرية الآن إلا من ثلاثة عوام أو أربعة عوام أن يذهب بهذا المنح الكبير جدا طبعا نحن نأسف حقيقة في دول مجلس التعاون نأسف في العالم الإسلامي أن يكون هذا هو الاتجاه نحن كنا نجرم إجرام بشار الأسد باستخدام الغازات الكيموية نحن نجرم أيضا أي كلام أو أي لغة تذهب بهذه الاتجاهات إلى حد كبير التي لا تريق أن يسمعها شعب من قادته أو أن يسمعها الشعب الخليجي على أقل تقدير من شيوخ في دول مجلس التعاون فما بالك بهذا الاتجاه ولكن في المجمل نقول من آوى ومن دعم ومن جلب مرتزقة وإرهابيين ومأجورين من الخارج لا نستغرب أن تذهب بهذه الاتجاهات بجملة آخيرة هذه اللغة التي سمعناها نخشى أنها هي التي تدور في المجالس الخاصة في داخل صناعة القرارة القطرية وإن كان ذلك صحيح فهذا يعني أن نحن نذهبون باتجاهات سلبية جدا نعم أستاذ عبدالله الجنيد ضيفنا من المنامة هذه اللغة لم نعتد عليها حتى مننا جميعا كخليجيين تجاه حتى ألد أعدائنا في أي مكان فبالك إذا كانت هذه اللغة موجهة إلى الشعب إلى الشعب القطري من قبل قيادته برأيك استقبال الشعب القطري لهكذا تهديد من قبل القيادة القطرية وتجذر أزمة عدم الثقة ما بين النظام والشعب أسأل الله مساك ودكتور رحيم ضيفك في الأستوديو وكذلك مشاهدي الأخبارية بالتأكيد أن الوازع الأخلاقي تجرد منه الدكتور المصفر عندما تحدث أن يمكن التضحية بما يقارب 200 ألف إنسان سواء قطريين أو من ينتمي لهذه القبيلة في المملكة العربية السعودية المتعاطف مع معاناة هذه قبيلة القفران أو المرة وعملية التصرف معهم وكأنهم أشخاص بلا عقوق وهم يمتلكون كل أدوات دلالات الانتماء للأرف والجغرافية والتاريخ فلا يمكن التجاوز على ذلك والقبول حتى بأن تستضيف قناة رسمية مثل قناة قطر ولا يمكن الآن التنصب مما قاله بأي شكل من الأشكال هذه معضلة أخلاقية في تكوين منهجية الخطاب السياسي الذي يقود إلى ما يشابه ليحرق الشعب ويبقى القائد نحن نرى إعلام يماثل في كل مصطلحاته وجزيات خطابه يوازي ربما خطاب سياسي واحد وإعلام واحد وهو كوريا الشمالية غير ذلك لا يوجد الآن خطاب سياسي يوازي إلا للأسف في قطر نحن أمام معضلة أخلاقية وليست فقط سياسية جميل دكتور براهيم نحاسي منهجية الخطاب السياسي التي أشغلها أستاذ عبدالله الجنيد وأنت أشرتها قبل قليل لأننا نجرم نظام بشر الأسد حينما يستخدم الكيماوي ضد شعبه وقد يستخدمه أكثر من مرة الحكومة القطرية كانت تنتقد سياسة فشار الأسد تجاه شعبه هي الآن تقوم بنفس الدور نعم لأن كلاهما اعتمد على نفس النوعية في من يستشاره في منهجية إدارة الدولة ذلك النظام في دمشق يديره مجرمون إرهابيون نفس النوعية هي التي تتواجد كانت في مرحلة معية خلف الكواليس كان النظام القطري أو الشيخ حمد أو الشيخ تميم يتغطى وكانوا أو إلى حد كبير بخطاب سياسي معلن شكله جيد في ذلك الوقت ولكن في باطنه كان يدار بعمليات إرهابية هنا أو هناك وبدعم مادلة محدود لتلك التنظيمات الآن انكشف الوضع على حقيقته بعد المقاطعة أو بعد أن اتخذت الدول الداعي المكافة الإرهاب قرارا سياسيا بمقاطعة النظام السياسي في دولة قطر ولذلك اتضحت الأمور على حقيقتها وأصبح أيضا حتى الإعلام القطري للأسف تبنى هذا النهج بشكل أو بآخر بحكم أنه إعلام رسمي يعبر عن ما يدور في صناعة القرار بشكل أو بآخر وإن قيل غير ذلك فعلى الإعلام الرسمي القطري تبرأ من ما سمعناه جميعا حقيقتها قبل عدة أيام أيضا المفارقة الأخرى التي لمسناها أيضا في مثل هذا الخطاب أن مع تقادم الزمن منذ المقاطعة وحتى الآن نجد اللغة الإعلامية في داخل الدول القطرية للأسف في ركاكة كبيرة وفي لحد ما تضاربات كبيرة جدا وأيضا وقوع في أخطاء لا نقول هنا أخطاء إعلامية وإنما أخطاء سياسية كبيرة جدا بمعنى آخر بأنه مع الضغط السياسي المتواصل في المقاطعة ومع انكشاف الارتباط بين النظام قطر والإرهاب وأيضا مع انكشاف من يدير الآلة السياسية أو الآلة الإعلامية في دولة قطرية بدأت تصدر إلى حد كبير الحقائق الباطنة أو النواية التي كانت كاملة لدى هذا النظام تجاه الدول الأخرى أو تجاه أيضا الشعب القطري نفسه الذي للأسف مولس ضده أشتى أو أقصى أنواع إلى حد ما الأقصى وأقصى أنواع أيضا اللغة التي لا تستخدم حتى ضد الأعداء فما بالك بأن تستخدم ضد مشائخ وضد أبناء قطر وضد أيضا قبائل قطر وضد أيضا مكون خليجي كامل ونعلم بأن من استخدمت ضده هذه اللغة هو ليتواجد فقط في قطر وإنما في مكون دول مجلس التعاون أجمع فنحن نتحدث عن منهجية متدنية جدا في الخطاب ومنهجية أيضا تعبر عن 20 عاما من الإيواء للجماعات والعناصر والتنظيمات الإرهابية في داخل الدولة القطرية والتي الآن أصبحت ظاهرة سواء كان في الإعلام الرسمي الذي يرفع شعار الدولة القطرية أو في الإعلام المحسوب أيضا على الدولة القطرية والذي كان يقال بأنه في مرحلة معينة إعلاما حرا ولكن هذا للأسف انكشف بشكل كبير جدا ولعله أيضا من محاسن الظروف أن نصل لنسمع هذه اللغة في الإعلام القطري لأن الرأي العام في مرحلة معينة سواء كان في داخل دول مجلس التعاون أو في خارج دول مجلس التعاون كان يقول لماذا هذه الأزمة ولماذا هذه المقاطعة ولماذا لا يصبر على تنظيم أو نظام دولة قطر لكي يعدل سلوكه الآن ثبت للرأي العام بشكل مباشر بأنه لا يمكن أن لمثل هذه السلوكات تتعدل لأنه كلما تقادم الزمن أصبحت اللغة التي تستخدم أكثر عنفا أكثر إرهابا أكثر تطرفا وتعبر عن سلوك شاذ حقيقة في داخل الدولة القطرية أي كان يديره سواء الشيخ تميم أو من هم حصلوا على إلى حد ما المواطنة القطرية في مرحلة معينة أو في مرحلة آخرة نعم سيد عبدالله الجنيد هذا السلوك السياسي وهذا الخلل في هذا السلوك السياسي القطري هو لا يأخذ في الاعتبار التركيبة السكانية التركيبة الاجتماعية لقطر ولدول الخليج مثلا قبيلة مرة تشكل حوالي 50% من سكان قطر نتحدث أيضا عن قبيلة الغفران ومشايخ القبائل الذين سحبت جنسياتهم يعني إلى أي مدى هناك خلل فعلا في هذه السياسة القطرية ولا تعي أيضا نتيجة هذا الخلل في عدم أخذ هذه المسألة المجتمعية والقبلية في الحسبان على المدى البعيد يا سيد الكريم أكبر من واللي أعذرني للمستمعين وكذلك أنت وظيفك في السوريو هذا الهياط الإعلام السياسي في الخطاب السياسي القطري من تغنى به وتبنى واعتمده أحد أدواته في عملية تحديد مواقفه سواء من الداخل يعني داخل الخليجية أو في الخارج هي للأسف الإعلام القطري هذا الهياط المغالفي من قبل سواء أعلاميين أو أصحاب راي من قطر هو اللي يثبت المطلق للسياسات هي مرفوضة نحن الآن نجد أو هل يتوقع مثلا أن يكون هناك حراك شعبي أو حراك مهما كان شكله فهل يتوقع مثلا الدكتور المسفر أو غيره من من استوطن قطر أن يعني شعوب الخليج أو وهي في تجانسها وتركيبتها والترابط العائلي والدم يعني هل سيقبل مثلا بأي شكل من أشكال الاستهتار الاستهتار لحد القتل لمجموعة أو يعني تركيه جزء أصيل وكبير من الشعب الخطري لا يمكن نعم نحن ما نتمنعه يعني وهذا مؤسف يعني أن يطلع المثقف القطري يعني قبل هذه الأزمة كان المثقف القطري يعبر عن رأي ولو بشكل نسبي ولكن الآن يجب أن لا يقدم الولاء على الانتماء هناك حقاق نحن سواء كتاب رأي سواء في البحرين والسعودية والإمارات ننتقد بعض السياسات لدولنا وهذا ليس فيه أي يعني ظهار من عدم المسؤولية وعدم الولاء والانتماء إنما هذا واجب وطني ولكن للأسف ما نشاهده الآن أن هناك طوفان من إثبات الولاء المطلق بحيث أن القبول بكل ما يتجاوز هذا الدكتور محمد المسفر الآن عندما جاء واستوطن قطر ومنح وله تاريخه في الأعلام وفي صروح الأكاديمية القطرية بالتأكيد هو موجود الآن وهو قطري ولكن هل يتوقع أن يقبل القطري الذي عاش في قطر قبل أن يوجد البترول وعانى الأمرين وتمسك بأرضه أن يدعي هذا الدعي ليأتي ويقول أنه مستعد للقبول حتى أو التحريض أو التصريح بقبول مثل ذلك هذه مسألة تمسل الوجدان ويجب أن يعي كتاب الرأي القطريين أن هناك خطوط يجب أن لا يتم تجاوزها هذا يتعدى على قطر قبل أن يتعدى على أي شخص آخر يعني هذا الإنسان يمكن أن يتكلم كما يحلو له ولكن هذا لا يمكن القبول باستمراره يجب أن تكون هناك موابط في الخطاب يعني يظهر صوته كما أشرت في الإعلام القطري مدافعا ومنافحا عن هذه السياسات القطرية ويقدم الولاء لقيادته ولحكومته على الانتماء رغم خلاليها الواضح يقدمها على الانتماء لوطنه ربما هذا ما تريد حكومة قطر أن يظهر ولكن ماذا عن الشعب القطري الأصيل دكتور إبراهيم يعني استعانت النظام القطري أساسا بالقوات التركية هل يعني كان مؤشر على وجود خلال عدم ثقة بالشعب القطري الشعب القطري الآن يعني الذي ربما يكون غير راضي عن هذه السياسات القطرية أضف إلى ذلك هذا التهديد الأخير ربما يعني زاد هذا الأمر كثيرا وكما تفضلت عندما لم يثق الشيخ تميم بالقوات المسلحة القطرية أو الجيش القطري أو قوات الأمن القطرية وجلب قوات أجنبية في مرحلة معينة طردت من الجزيرة العربية تماما نتيجة لسياساتها التي كانت سلبية في ذلك الوقت وحرر وحرر دول مجلس تعامل نفسها بنفسها وحكمت نفسها بنفسها ومن أبنائها الآن هذا تصرف الشاذ في جلب هذه القوات يدل على أمران الأمر الأول بأن الثقة أصبحت معدومة في أبناء شعب قطر وأن هذا الحاكم لا يثق بأبناء الدولة القطرية أو كما تفضلت أبناء قطر الأصليين الذين ولدوا وترعرعوا ونشأوا بأرضهم في هذه المنطقة والنقطة الثانية بأن القرار السياسي في الدولة القطرية أصبح في أيدي من جلبوا من الخارج واستطاعوا السيطرة على صناعة القرار القطري ومنهم التنظيمات والجماعات والعناصر الرهابية الذين سموا بالمجتمع الدولي بأنهم تنظيمات وجماعات الرهابية والمنتمون لجماعات وتيارات محسوبة بأنها بمتطرفة ورهابية أو مصنفة بأنها جماعات متطرفة وبالتالي القرار القطر ليس بيد الشيخ تميم وليس بيد الشيخ حمد وإنما بيد أولئك والذين لا يثقوا حتى بالشيخ تميم نفسه بأن قد يعود عن سياساته المتطرفة وبالتالي هم قادوا الدولة لأن تكون ليست لأبناء قطر وقادوا الدولة لأن تكون دولة إرهابية ومؤوية للجماعات والتنظيمات الإرهابية واستخدم المال القطري بعد ذلك لتلك الأدواء ليكون أداه للأسف في الجماعات والتنظيمات الإرهابية النقطة الثانية الآن عندما تسحب هذه الجنسيات من أبناء الدولة القطرية الأصليين وبمن أنقام الدولة القطرية ودعمها في أحلك الظروف وساند أسرة آل ثاني لكي أيضا يكونوا في الحكم في مراحل طويلة من عمرهم الآن للأسف ينكث العهد والوعد لهم ويطردوا من الدولة القطرية وهذا التصرف لا يدل بأنها دولة حديثة ولا يدل بأن هناك عقل حديث أيضا يدل للدولة لأن مرحلة سحب الجنسيات انتهت من المجتمع الدولي تماما فكيف تسحب الجنسية لأبناء الدولة الأصليين أنفسهم والذين أيضا هم مؤسسين في الدولة القطرية طبعا هذا السلوك لا يمثل أسرة آل ثاني الكريمة هذا السلوك شاذ أتى به حمد وأتى حمد بن خليفة وأتى به أيضا الشيخ تميم وإنما هناك من رفض هذا التصرف والذين شهدناهم والذين أكرمهم أيضا خادم الحرمين الشريفين الشيخ عبدالله بن علي ومن أتى معه من الأسرة آل ثاني الكريمة الذين رفضوا هذا السلوك المتطرف والشاذ الذي يدير به الشيخ حمد الدولة القطرية الآن ولذلك وجدنا وقفة قوية جدا وقفة حازمة وقفها رافضة تماما ومشتنكرة لمثال هذا التصرف ولذلك نحن في المرحلة القادمة حتى هؤلاء من أبناء الدولة القطرية الكرامة الذين باستضافة الدولة السعودية الآن أو حتى باستضافة الدولة الإماراتية أو في مملكة البحرين أو أينما تواجدوا هما الآن رافضون تماما لمثال التصرف ولا أتوقع أنهم هم أو هؤلاء أولئك الكرامة الموجودين لدينا سيسكتوا طويلا على هذا التصرف الشاذ في داخل الدولة القطرية وخاصة من أسرة آل ثاني الذين يسيئهم كثيرا مثل هذا السلوك ولذلك نتوقع في المرحلة القادمة بأنه سيكون لهم تصرف معين سلوك معين ليدير الدولة القطرية بشكل مختلف تماما عما أديرت به هذه الدولة وأيضا نقطة مؤخيرة هنا مهمة جدا بأنه هل يتوقع الشيخ تميم أو الشيخ حمد بأنه هذا الشعب القطري الأصيل سينسى هذه التصرفات أو سيصمت عن مثل هذه التصرفات المتطرفة أو سيأمن أيضا في المستقبل من تصرفات قد تكون أكثر شذوذا تؤدي أو تذهب بالدولة القطرية إلى الهلاك لا أتوقع بأن الشعب قطر سوف يسمح بذلك ولذلك سوف يكون لهم تصرفاتهم نحن هنا في المملكة في الدولة الداعي لمكافأة الإرهاب لن نتدخل في الشؤون الداخل لدولة القطرية لأنه هذا شأن من قطري ولكن في نفس الوقت نتوقع بأن يكون هناك تصرفا لأبناء قطر ليعيد دولتهم إلى مسارها الصحيح جميل سيد عبدالله جنيد يعني يعني في الوقت الذي تسحب فيه جنسية أبناء قطر للأصليين يهددون أيضا بالكيماوي كما تابعنا الآن الجنسية القطرية سيد عبدالله يعني وكما أشار أيضا الدكتور إبراهيم من خلال استقدام يعني المأجورين والإرهابيين الذين يعني أصبحت الجنسية القطرية متاحة لهم أصبح لهم صوت أصبحوا ينافحون أيضا عن الممارسات التعسفية للحكومة القطرية هذه السياسات لهذه الحكومة أستاذ عبدالله الجنيد عدل مدى الطويل هل تعتقد سيكون لها يعني تأثير على التركيبة السكانية لقطر يا سيد الكريم يجب أن نعي تماما أن يعني منذ منتصف التسعينات أو قراب عندما قاربت الألفية الجديدة كان هناك يعني المشروع أخذ أبعاده الفعلية أي تحويل الهوية الوطنية إلى هوية الأدلجة أو هوية مؤدلجة أي ولاءك الولاء للتنظيم الولاء للإخوان المسلمين هو ما يحدد مكانتك في المجتمع في المقام في الإنجاز في القرب من صنع القرار فلذلك نحن أمام معضلة أي أن تراجع الدور الإنسان القطري الحقيقي إلى الخلف وهذا ما كان يشتكي منه كل القطريين وكل ما نحتاجه هو العودة يعني قبل بدء هذه الأزمة لفترة ست شهور وسنجد كم من النقد لتهميش المواطن القطري يعني لخدمة مصلحة من تم تجنيسهم واستجابهم لدرجة أن يعني هناك من لا يتكلم حتى باللهجة القطرية في الكثير من المؤسسات اختفى الإنسان القطري تماما نحن أمام معضلة حقيقية هي لا تمس وأعتقد أن ما قدمه وقدمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وكذلك جهد بعض الإعلاميين خلال الاجتماع الجمعية العام لأمم المتحدة في جنيب حيث قاموا مشكورين بالتعريف بأبعاد المعاناة الإنسانية للقفران وكذلك من أسقطت جنسياتهم من القطريين الآخرين ما يجب أن يتم الآن هو تبني هذه القضية يعني على كل الصعود والمسويات من قبل كل وزارات الخارجية للدول المقاطعة وأن يكون شعارنا قبل انطلاق القمة الخليجية في حال تقرر أن يكون ملف القفران أحد بنود تلك الجدوى الأعمال وأن أنا أدعو كل الصحفيين وكل المغردين أن يكون شعار كلنا القفران أو شهر القفران أن يكون هو لامتداد شهر واحد قبل انعقاد القدمة يجب أن يعرف هؤلاء الموجودين في قطر وأنا أتكلم عن المأجورين تماما أن أهل قطر يعني مسنودين بإخوانهم في كل بيوت الخليج وليس فقط الممثلين في مواقف دولها من خلال وزارات خارجية أو قياداتها السياسية جميل جميل لكن يعني تحقيقا فقط على كلامك سيد عبد الله يعني متعلق بدور الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في تبني هذه القضية الحقوقية الإنسانية يعني تابعنا كثيرا في المملكة العربية السعودية في البحر وفي الإمارات يعني منظمات حقوق الإنسان التي طالبت المجتمع الدولي أن يكون له دور في هذه الإجراءات التعسفية ضد الشعب القطري جهود الفيدرالية العربية كما شرط وأيضا المؤتمر الذي يقيم في الأمم المتحدة في جينيف دور المعارضة القطرية أيضا في تبني هذا الأمر والتصديد صحيح تصعيد هذا الأمر على المستوى الدولي وعلى مستوى منظمات حقوق الإنسان الدولية شكرا لأكستاذ عبدالله الجنيد وأرجو أن تبقى معنا مشكورا مع ضيفنا الكريم في الستوديو الدكتور إبراهيم النحاس للحديث في محورنا القادم ترجمة نانسي قنقر